إبعاد سكنة قراء مذيابة ومسيليلة واسبيح البدو والبق التابعة لناحية مكهول شمال بيجي عن خطر العصابات الأرهابية قرار ارتأت قيادة عمليات صلاح الدين إلى تنفيذه حفاظا على سلامتهم حيث باتت قراءهم خط صد سيما والعمليات العسكرية القريبة ارتأت قيادة عمليات صلاح الدين بترحيلهم إلى أقرب نقطة دالة من مركز ناحية مكهول ويبعدون ما يقارب أربعة كيلو حفاظا على سلامة هذه العوائل النازحة نزوح هذه العوائل من قراء خلف خط الصد اللي تكون من حوالي ستقراء هي قرية مذيابة وقرية المسيليلة وقرية صباح البدو وصباح البقارة وبقى استقرت حاليا في قراء في ناحية مكهول استنفرت كافة جهودنا واستنفرت جمعية العراقي كوادرها أهالي هذه القراء وعلى الرغم من معرفتهم بضرورة تنفيذ هذا القرار طالبوا المساعدة وتوفير البديل حيث تعتمد حياتهم المعيشية على المراعي فضلا عن الصعوبات الدائمية التي يواجهونها نزوحنا من قرية المسيليلة طبعا ناحية مكهول نزوحنا القوات الأمنية الجيش قال الأمود جانا أمرها من العمليات أو مش شيء طبهم داخل خط الصد ما نعرف الفيلم شو وده وجينا هذا أمور نهائي حلال لا مكان لا شيء لا هاي رحلونا من قفة خط الصد الغوات الأمنية غواصلها الدين أكثر من خمسمائة عائلة ورحلونا لمسلامتنا من المسلحين والدواعش وهسا نحن بحالة حالة حيل مزينة هسا عنا طالبين يعني مساعدة الغنامة شوي يعني العالف غالي شيء عالي وخيام متبهدلين ما موجودة عندنا نشوفها عشان خيامهم دولاكم متبهدل وهدولة الجهال عوائل كلها متبهدل قرروا ترحيل هذه العوائل وابعادهم عن مناطق الخطار شك لعبا جديدا بالنسبة لهم حيث لا معين ولا بديل قد توفار بعد أن أصبحت قراءهم تشكل خط صد مع ما تبقى من عناصر داعش ابعادهم عنها من قبل القوات الأمنية جاء حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم من صلح الدين في رأس الحسني أتسغير